تواصل وزارات الداخلية حملاتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجبها والبيع بأسعار أزداد من السعر الرسمية حيث تمكنت خلال 24 ساعة من ضبط 406 قضايا تموينية بمضبطات بلغت أكثر من 56 طن مواد غذائية وغير غذائية ففي مجالي حجب السلع الاستراتيجية والاستيلاء على السلع المدعومة تم ضبط أكثر من 52 طن مواد غذائية وغير غذائية كما تم ضبط قرابة 4 أطنان في مجال عدم الإعلان عن الأسعار بقصد البيع بأزداد من السعر الرسمي للسلع الغذائية أما في مجال قضايا المخابز فقد تم ضبط 605 قضايا من بينها 100 قضية خبز ناقص الوزن و164 قضية خبز غير مطبق للمواصفات أما في مجال ضبط مخالفات تلعب مظلومة توريد وتدول القمح المحلية فتم ضبط 9 قضايا بمضبطات بلغت قرابة 118 طن أقمح محلية